الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع لكن حلقة دا سما فيها تفاصيل والكواليس وموضوعات مهمة جدا والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة فيها موضوعات مهمة تحديدا تخص النادي الأهلي في مباريات الدور العام وبعض الموضوعات اللي البعض بيحاول يسير الجدل فيها بخصوص مباريات الدورة ومباريات الأهلي وكمان إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية عندنا مشاركة دولية مع الاتحاد الدول لكرة قدم فيفا المشاركة السامنة للنادي الأهلي في كأس العالم للأنديل لذلك حلقة النهاردة هتلقى الدوق على تفاصيل مهمة جدا وأكيد برنامج التريند بالبرامج اللي بتلقى الدوق على بعض التفاصيل اللي موجودة على السوشيال ميديا وبتناقش الموضوعات اللي موجودة من خلال صفحات التواصل أو مواقع التواصل الاجتماعي لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وعايز أعرف توقعات حضراتكم للفترة اللي جاية هل من المتوقع أن تتعامل لجنة المسابقات بعدالة مع الأهلي في تعديل جدول المباريات بعد المشاركة في كأس العالم للأنديل شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة بالسوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أراءكم بالتأكيد في هذه الجزئية اللي أعتقد خلال الفترة الجاية فيها كلام كتير جدا لكن دورنا الفترة اللي جاية أكيد لازم نهتم بهذه الجزئية في ظل مشاركة سابقة وقبل السابقة كانت فيها تفاصيل الأسف أضرت بالناديل آلي من قبل القائمين على إدارة المسابقة لكن بسرعة نروح لأهم العنوية في ترند الأهلي الفريق يبدأ استعداداته لمباراة سموحة وفي الترند المحلي فيتوريا ينفي أنباء تدريبه للبرتغال وفي الترند العالمي عرض تاريخي من ريال مدريد لمبابي انتهت مباراة كأس العالم وعودة من جديد للنشاط المحلي واستناف مباراة الدوري والنهاردة ختام مباراة الجولة التمنى من مباراة الدوري العام في هذه اللحظات انطلقت مباراة المصري والمقاولون العرب وما زالت تعادل السلبي بين قيلة الفريقين ختام هذه المباراة للجولة التمنى وابتداء من يوم الجمعة ان شاء الله انطلاق الجولة التسعة وخلاص بقى دخلنا في معمارة مباراة الدوري وكل 72 ساعة مباراة خلال الفترة اللي جاية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض عندنا كلام مهم جدا في فقر ترند ترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقر ترند ترند أعتقد خلال الساعات الأخيرة ترند ترند على السوشيال ميديا حديث أو حديث الإعلام المنافس عن الحالات التحكمية في بعض المباراة الأخيرة بالنسبة لمباراة الأهل وعشان سبحان الله الأمر واضح لكل السادة المشاهدين عشان تعرفوا أنه هو سكريبت أي أن كانت الأخطاء اللي بتحصل في المباراة يمكن الأهل يمكن أكتر نادي تعرض لظلم تحكيمي خلال السنة دي وتحديدا آخر ثلاث مباراة في الدوري أخطاء تحكمية واضحة وضوح الشمس ولكن عشان في سكريبت أنك دايما تتهم لجنة الحكام بمجاملة الأهل اتقالت معلومات غلط ما هو اللي بيكلم لا تفرج ولا شاف هو تقاله قول كده فقال كده اتقاله إيه؟ الحكم بيجامل الأهل حسب سبعة دقيقة وقت بدل ضايع كسف في الدقيقة الأخيرة بدرب الجزاء هو الموضوع والله ممكن يكون مضحك يعني الموضوع فعلا ممكن يكون مضحك وشر البلية ما يضحك ولكن خدوا الموضوع بجد المرة دي يعني بجد المرة دي الموضوع مش محتاج دحك أو هزار لا بجد ليه بقى؟ الهدف أن المنافس وإعلامه دايما يكلمك في إطار أنك بتتجامل من الحكام وإن يفضل دايما عامل ضغط على الحكام في كل المباريات وده إطار اشتغلوا عليه خلال السنوات الأخيرة بس المرة دي خلاص بقى يعني الموضوع أكيد هيقلش منك قالش يتمنك إزاي؟ إنك اتهمت الحكم وطالبته بإحالته للتحقيق نتيجة احتسابه وضرب الجزاء في الدقيقة الأخيرة قدر الأهل يكسب بيها فاركه في برج العرب أنا عمل أستعرض المطش مفيش شوت الأول مفيش ضرب الجزاء شوت التاني مفيش ضرب الجزاء بعد المطش ما خلص سألت يمكن الحكم حسب ضرب الجزاء لما دخل قدت اللبس مفيش ضرب الجزاء يا جماعة عمل ضرب الجزاء جات فيه؟ مفيش ضرب الجزاء بس هي الفكرة أضغط على الحكام أصور لكل الناس اللي بيتتبعنا إن الأهل بيكسب بالتحكيم رغم أن الآخر ثلاث مباريات مطش المحلة محمد الحنفي ومحمود بسيوني أخطاء يعني مش هقول لكم فاضحة ده أخطاء فجة ضرب الجزاء ما تحسبتش طرد بعد ضرب أكرم توفيق لم يحتسب الفارد دخل في لعبة غارة عشان يطرد محمد الشناوي وما حصلش وده كلام ماركك لاتنباج اللي جاي في الكلام عليه دلوقتي ده أدي مطش المحلة روح مطش فيوتشر أمين عمر وسيد شعبان ودايما كده في مباراة الآلي بحس إن اللي بيعين حكام الفي آر في مباراة الآلي عايز يحط حكام صغيرين للحكم الدول اللي بيدير مباراة الآلي عشان يعمل أزمة اتقررت قوي مع أمين عمر حوالي مطشين ثلاثة مرة عمر شناوي مرة سيد شعبان مرة حسام عزب اتقررت كتير يمكن أمين عمر من الحكام دايما اللي بتلاقي في مباراة الآلي مع حكام قليل الخبرة في غرفة الفي آر مرة محمد سلام ميدو ضيع على الآلي ثلاثة نقطة قبل كده في مباراة البنك الآلي نتيجة إن بيقولك استقنف اللعبة غلط أو استقنف القرى غلط بيحصل يعني حاجات غلط جدا مع مباراة الآلي قدي مباراة في يوتشر كمان كان فيه ضرب الجزاء لعالم علول وكان فيه ضرب الجزاء لشاد حسين لعبتين في لعبة واحدة ما تحسبتش كان فيه كارطة أحمر للاعب تاني في فيوتشر ما حصلتش ولما جيت الحالات التحكمية للماركت لاتنبرجي ناقشها عمل نفسه مش شايف وما قالش لأنه عصا ما تتركش على المطش اللي بيقطع له الحالات يداله الحالات اللي حصلت في المباراة وتغادى عن الكلام ده قدي المباراة الثاني مباراة فارق مبارح هدف اتحسب تسلل وأعتقد يعني لو التقنية الحديثة موجودة بالعكة لموجود في التقنية لموجودة حاليا أكيد الكرة دي مش تسلل ضرب الجزاء أصل الحجة إن الكاميرا مش موضحة أصل الحجة إن برونو سافيو نطع عشان ما يتعورش يعني أنت عايزه يتعور يعني عايز يجيوله صليب عشان ياخد ضرب الجزاء يعني أنا مش قادر أفهم برضو التحليل للجزئية دي بتبقى إزاي فعادي تلات مباراة المحلة فيوتشار فارقه تلات مباراة الحمد لله كسبنا منهم مبارتين بس في مباراة منهم فقدنا نوطتين فالقالي بتعرض له ظلم تحكيم ولكن عشان فيه سكريبت فالأمر مبارح كان كوميدي قالك القالي كسب بضرب الجزاء فين يعمل حج ضربة الجزاء مفيش ضربة الجزاء فين ضربة الجزاء أهو بنتفرج على المطش دي ضربة جزاء دي إيه دي دي تحسبت إيه لا دي جات جون يعني ما كانش فيها ضربة جزاء طيب وتلغت يعني الكرة دي تلغت على فكرة والخطوط اللي بتترسم دي ده كلام فاضي على فكرة الخطوط اللي بتترسم دي فيها كلام كتير يتقال يعني أعتقد الاتحاد الإفريقي الفترة الجاة لما يدخل تقنية الفي ار في مباراة دور التمانية اللي هيحصل في الدور المصر ده هيبقى عاك لازم الناس تغير لازم الناس تطور مش معقولة دور المصر الغاية اللحظة دي شغال بالتقنية اللي قدامكو دي انا مش شايف يعني الكتف كتفي فين يعني فين الكتف اللي نزع على الخط الاحمر ما انا شايف الرجل على نفس الخط ايه الكتفي بقى ايه ايه تيشيرتي ده ممكن القم واسع شوية مثلا ولا حاجة وبعدين كريم فؤاد احنا عارفين كريم فؤاد رفاية ممكن القم يكون واسع شوية فحطة التيشيرت الفاضية دي هي اللي غلطت التسلل يعني فادي كورة هي شوفوا يعني شوفوا التحكيم بيتعامل مع الاهل ازاي بيحسب الملي متر شوفوا الملي متر الهدف التاني اللي جابوا الاهل مبارح ففرقه في الديئة سبعة وتسعين الفار بيدخل وبيعمل خطوط تسلل وهمية انا عمري ما تخيلت ان فيه ناس بيتفهم في التحكيم بتعمل خطوط مبارح بالشكل ده في الهدف التاني يعمل كورة سبعة يعني الكورة سبعة محمد شريف خط ايه اللي تتعمله انتوا يا جماعة ايه المحاضرات اللي بتتقلقوا من لجنة الحكام التطوير اللي بيحصل من لجنة الحكام بصوا الكورة دي الكورة سبعة محمد شريف خط تسلل ايه اللي ترسمه على الشاشة بس عشان الحاجات دي واضحة جدا لكل الناس فاعلام المنافس دايما عايز يقدم ضحك فيطلع يقولك ايه ده كسب بضرب الجزاء هي دي ضرب الجزاء ولا دي ضربة رأس يعني ضربة رأس اعتقد مميزة اقول لي بقى الخطوط دي ايه يعني الكورة سبعة محمد شريف انت بترسم ايه يا فاندب يعني انت بترسم ايه مع احترام الكامل للكابتن مصطفى متحد تالت مباراة للأهلي دايما عامل فيها اخطاء تحكمية نفسي افهم يعني انتوا يا جماعة لما بتجيبوا حكام دوليين في مباراة للأهلي ليه بتحرجوا حكام الساحة وبتجيبوا معهم حكام صغيرين ما عندهمش خبرة المباراة ليه دايما بيبقى فيه كمين كده محطوط فيه الطاقم التحكيمي اللي بيدير اي مباراة للأهلي ما دي الحقيقة اللي لازم تتقالع على فكرة سبكم الناس اللي بتقدم ضحك وتقول لك ضرب الجزاء خلاص الموضوع اتكشف اتضح ان فيه سكريبت وناس اللي بتطلع على هوا ما بتتفرقش اصلا ولا تعرف ايلي بيحصل في الدوري يقولك كلاتنبرجي اهلاوي الاهلي بيكسب بالحكام الاهلي كسب بضرب الجزاء الامور كاشفة لكن فيه ضرب الجزاء ولا كلاتنبرجي اهلاوي ولا اسمع اللاوي ولا التحداوي ده فيه جزئي على كلاتنبرجي على هالكو دلوقتي عشان الناس بتقول لك ايه اصلي كلاتنبرجي مع الاهلي مع الاهلي فيين طيب ماتش المحلة طلع وانتقد الحكم الفي ار محمود باسيوني وقال ان هو تدخل في لعبات غلط ده ماركت لاتنبرج طيب فماتش فيوتشر عامل ايه ما عرضش لعبة عالي معلول اللي كان فيها ضرب الجزاء ما عرضش الكارت الاحمر اللي كان موجود لأحد لعابي خط وسط فريب فيوتشر واعتمد على الحالات اللي جايله من تامر دوري انا بقول بالاسم تامر دوري مسؤول تقنية الفي ار في اللجنة هو اللي بيقطع الحالته بيديها لماركت لاتنبرج طب هو رئيس اللجنة بتفرجش على الماتشاط ليه او اول ما جيه راح حضر الماتشاط في السيد السلام بعد كده اختفى ما ظهرش لا بيتفرج على الماتشاط ولا اللي يدخل بالتعينات والله العظيم من مصلحة النادي الاهلي ومن مصلحة التحكيم في مصر يجي خبير اجنبي تاني مش ماركت لاتنبرج تحديدا في الفترة الحالية وعضاء اتحاد الكورة اساسا مش فارق معهم ايه اللي بيحصل في اللجنة طالما فيه خبير اجنبي ما اي حاجة هتحصل يقول لك من اجاب لك واحد اجنبي هو انا عامل لك اكتر من كده لا عايزين حد اجنبي عايزين حد اجنبي بجد بس مش ماركت لاتنبرج لان اللي بيحصل في ملف التحكيم الاهلي يتعرض لاخطاء تحكمية اكتر من اللي بتحصل دلوقتي وكلكم برح شوفتوا ماتش فارقوا لولا الهدف اللي احرازه محمد شريك كممكن الاهلي يخرج بتعادل بسبب بعض الاخطاء التحكمية اه على المستوى الفني فيه كلام هنقوله اكيد احنا مش هنحط رأسنا في الرمل ونقول احنا فنان على اعلى مستوى والتحكيم بس هو اللي بيخسرنا نقطة لا عندنا نقاط فنية اكيد هنتكلم فيها لكن في نفس الوقت اديني حقي ماركت لاتنبرج اللي الناس بتتشدق بيه انه هو مع الاهلي لا احنا اكتر ناش شايفين انه هو مش قاين بدوره وانا بطالب اتحاد الكورة لو عازين تطوروا منظومة التحكيم روحوا هاتوا ناجل جويني شوفوا الراجل ده عمل ايه في التحكيم القطري خلال الكم سنة اللي فاتوا ناجل جويني اكتر واحد ممكن يفيد التحكيم المصري خلال الفتر اللي جاية اهو انا مش بقول بقى يجي حد مصري لا بالعكس بنفس التجربة خبير اجنبي بس يجي خبير اجنبي بجد يا جماعة انبارح التعينات والله الراجل ما يعرف عنها حاجة الحالات التحكمية والله ما بيتفرج على مطشاط تامير دوري عشان حط ناس في الفار غلط وحصلت مشكلة في مطش فيوتشر قطع الحالات والدار الحاجات اللي علي ماذاك والحاجات اللي مش علي ماذاك وخلاص مش موجود عشان جدت لقى ماركك لاتنبرج يقولك اطفق اطفق ما هو حكم اللي بيعين حكم ال VAR هو اللي بيعطع الحالات وبيتهاله فلازم ماركك لاتنبرج يقولك اطفق فبالتالي يحصل ان التعيين بتاع حكم الفار من لجمة الحكام سليم فين وفين لما بتلاقي اختلاف لكن الحالات الجدلية اللي تبقى واضح فيها ضرب الجزاء ما بيتمش اللي استعانى برأي ماركت فاتن بيرجي ليه لانه ما شافش المطش بتقطع له حالات معانا وبتروح له فبالتالي هل دايب افصال حي التحكيم رقم واحد مش فصال حي التحكيم رقم اتنين الاهلي اكتر من هذا هيتظلم اخر تلات مطشاط محلة في يوتشار فاركو شوفوا كم من اخطاء التحكمية بتتكلم في ضربتين تلات ضربات جزاء هدفين اتلقوا بسبب الوف سايت ضرب الجزاء ما اتحسرتش ضرب الجزاء بجد مطش في يوتشار مش مطش فاركو سبكم اتدحك اللي تقال يعني مطش في يوتشار مش مطش فاركو وبالتالي لا الراجل اهلاوي بس هو المنافس عايز يعمل ضغط على الحكام بس الاسكريب تتكشف حظك بقى انت ما شفتش المطش وما راجعتش اللي جايلك فانتكشفت هتطلع تتكلم على التحكم تاني تقول ايه تاني خلاص اللي لك كشفت ولكن والله يصدقوني من بصلحة التحكم يجي حد اجنابي تاني وابرزهم انا شايفه حاليا ناجل جويني راجل حكم تونسي راح كسع عالم مرتين ليه تجارب عديدة جدا في الاتحاد العربي والاتحاد الافريق والاتحاد الدولي حاليا موجود في قطر عامل طفرة كبيرة في التحكم القطري واشتغل مع حكام مصرين كتير وعارفينه لو جه مش محتاج لسه يشوف ومحتاج ايه ويعرف مين ويتعلم ايه لا 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 هيجي يخش المطبخ على طول وبيشتغل بجد يعمل محاضرات نظرية يعمل تدريبات عملية للحكام يعرف عين الحكام يعمل كل شيء لكن احنا كده اللي بيحصل في ملف التحكم بصراحة اسمه هزار وفيه ناس بتستغل الهزار ده وبتقدم ضحك ما هي بقت كده اللي بيحصل في الملف ده هزار وفيه ناس بتستغل الهزار ده وبتقدم ضحك بس سبحان الله زي ما قلت لكم خلاص الموضوع اتكشف فبالتالي لاختاية التحكمية الفترة الجاية انا ما توقع تبقى اكتر واكتر بس اعلام المنافس بقى يشوف له حاجة تانية يعني يتكلم في سكة تانية يبدأ عن الحالات التحكمية لان خلاص الموضوع بقى واضح ومكشوف قوي يعني بصراحة يعني اعرفش الموضوع بقى عالي قوي قوي يعني القصة بيتعالية قوي عند الناس بصراحة طيب دي جزئية الجزئية التانية منتظرين خلال الفترة اللي جاية لما يتم اعلان جدول مباريات كأس العام للاندية بعد واحد فبراير خلاص الاهل اوكين سيتي واحد فبراير اكيد ان شاء الله لما الاهل يكسب هيبقى عنده مباراة تانية في حدود يوم اربعة او خمسة وهتتحدد بناءة على القرى اللي هتتم الفترة الجاية عايز ااكد لكم الموضوع الحمد لله للمسابقات في الفيفا حاليا موجود في المغرب بيتم الاختيار ما بين المدن مراكش غدير كازابلانكا في كلام ممكن تتلعب مباراة في طنجا دي على الحدود مع اسبانيا فالامور الحمد لله مشة بشكل كويس جدا وفي كلام على صفر الاهل ممكن قبل البطولة بخمس ايام تبقى للوايح اللي الفيفا يعتمدها خلال الساعات اللي جاية بالاضافة لده كمان فكرة بقى الاقامة بتاعتك ممكن تبقى في كازا ممكن تبقى في مراكش اول مباراة مع وقلانت ستعة تبقى فين كل الامور دي جار الانتفاع عليها خلال الساعات اللي جاية الاهل تلقى خطاب رسمي كلكم شفتوا يوم الجمعة اللي فاتت فكل امور خلاص يعني ايه بنسبة مليون في المية الاهل ان شاء الله موجود في كاس العالم للاندية واي حد بيفكر في ايه تفاصيل تانية يعني اشوف له ايه شوف لك قضية تانية شوف لك موضوع تاني للموضوع ده فول اساسا وخلاص ان شاء الله البطولة على وشك البدء في اول فبراير وفي اجتماعات خلال الفترة الجاية لتحديد اللايحة ارسال لوائح للتسويق للاندية المشاركة تحديد الملاعب تحديد المودل اللي هتستطيع في المباريات بالاضافة لده موعد اجراء القرعة اللي هتكون اونلاين خلال الفترة اللي جاية وان شاء الله بإذن الله تكون مشاركة جيدة للآلي وانا تمنى من ادارة الاتحاد او لجنة المسابقات تعمل جدوى المناسب عشان ما يحصلش نفس الخطأ اللي حصل قبل كده ومش مقبول اساسا يطلع حد يقولك مشاركة الآل في كاس العالم اضرت الدورة وعملت مشكلة في الدورة لا سمعت التصريح ده في اسبانيا ولا سمعت التصريح ده في المغرب ولا سمعت التصريح ده في نيوزيلندا ولا في اي حطة كاس عالم اندية مسابقة كبيرة تشارة في الاتحاد المصري قبل اي نادي نشوف اخبار الالو النهاردة كان فيه تدريب مهم جدا وكمان كان فيه تجربة ودية كده مع عدد من لعبي الشباب فو ظل ان كان فيه لعبي مشاركتش في مباراة تفاركو فبالتالي الجهاز الفني كان عايز اطمئن عليها قبل مباراة تقسموح طيب نتكلم بقى جد شوية بعيدة عن الدحك وضربات الجزاء والكلام اللي بتقال في مبارح ده وعمل حالة كوميدية على السوشيال ميديا نروح لي اخبار تدريب الاهلي يمكن النهاردة الفريق استأنف تدريباته عقل مباراة الامس مع فاركو واللي قيمت على استاد بورج العرب خلاص عرفنا النظام البرنامج التدريبي لمارسل كولر النهاردة كان التدريب صباحا تحت قيادة السويسل مارسل كولر على ملعب التتش بالجزيرة استعداد لمواجهة سموحة مباراة سموحة ان شاء الله يوم الحد اللي جاي كان قدامنا على الشاشة شريف عبد الفضيل مدرب فريق الالفين وواحد طاهر محمد طاهر وممكن طاهر خلاص داخل في البرنامج التأهلي بتاعه ممكن ماشي فيه بشكل كويس وممكن على الشاشة هو طاهر بيواصل تدريبات الجارية حول الملعب ودي فقرة من ضمن فقرات التأهيل بالنسبة للمرحلة التانية من البرنامج التأهلي بعد كده فيه فقرة تانية في الجيم للتخلص من الإصابة اللي اتعرض لها خلال الفترة الأخيرة كابتن شريف كان موجود النهاردة وممكن طبعا كلنا عرفنا ان كان فيه مباراود دية تم تصعيد عدد كبير جدا من لعاب فري الشباب والناشئين مواليد 2003 ومواليد 2005 عشان يخدوا مباراود دية مع الفري الأول وطبعا الفري الأول المجموعة اللي ما شاركتش في مباراة فاركو المجموعة اللي شاركت في مباراة فاركو النهاردة كان فيه تدريب استشفائي لها كده يمكن نزلت الملعب ويفت في محاضرة فنية مع مرسل كولر قدامنا هو علي معلول رايح لصالة اللجيم وهينزل أرضية الملعب يعني فيه برنامج كده معد من قبل مرسل كولر بخصوص المرحلة اللي جاية اللاعبة اللي لعبة مطشن بارح النهاردة مرحلة استشفى اللاعبة اللي ما شاركتش النهاردة عندها بالتأكيد مباراة يعني ودية مع مجموعة من لعبي الناشئين كلنا عارفين كمان ان طاهر بإذن الله يمكن بنتكلم في حوالي أسبوعين أو أقل من أسبوعين ويكون موجود ان شاء الله في المباراة الرسمية خلال الفترة اللي جاية قدامنا كمان هو مصطفى شبير من ضمن اللاعبة اللي ما شاركتش في مباراة مبارح علي معلول حمدي فتحي وان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية ممكن كمان محمد عبد المنعم ما كانش موجود في مباراة مبارح نتيجة الانزار التالت لكن برضه وكان عنده قدم خفيف من المباراة الأخيرة ففيه برنامج تأهيلي كده ليه خلال الساعات اللي جاية كولر النهاردة عمل محاضرة بالفيديو للعيبة وكمان النهاردة كان بيرحب بمجموعة اللاعبين الشباب اللي تم تساعده من النهاردة للفريل أول طيب بيتكلم في يوسف سير عبد الحفيز محمد شرقية عبد الرحمن رجدان محمد زعلوك فيه طبعا منهم مواريد 2005 وفيه 2003 يمكن شرقية 2003 لكن زعلوك يوسف عبد الرحمن قدامنا هم محمد زعلوك ده أحد الوجوه المنضمة حديثا لقطاع الناشئين مواريد 2005 وبصراحة عام المباراة جيدة في قطاع الناشئين الحمد لله القطاع يمكن فيه لعيبة جيدة تم التدعيم كمان بعدد من اللاعبين بشكل جيد والنهاردة أعتقد فرصة طيبة أن مرسو القولر وهو بيعمل تدريب لمجموعة اللاعبة اللي ما شاركيتش في مباراة فاركو كانت فرصة أنه كمان يتفرج على مجموعة اللاعباء اللي صاعدة كمان محمود قهربة إن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله يكون فيه أخبار جيدة بالنسبة لقهربة وللنادي الأهلي ماشي في شكل كويس جدا في التدريبات خلال الفترة الحالية ومتفاعلين خير بإذن الله إن كمان يبقى فيه تدعمات خلال شهر يناير وده مش كلامي ده كلام الكابتن سايد انباري حتكلم عقب مباراة فاركو قال أكيد بإذن الله في تدعمات قوية هتتم في شهر يناير تدعيما للصفوف الفريق قبل مباراة إفريقيا وقبل المشاركة في كأس العالم للأندي خدوا بالكم النقطة مهمة جدا باب القيد في المسابقات الإفريقية هيبدأ من 1 يناير لغاية 31 يناير يعني بنتكلم بالزبط بعد أقل من أسبوع هيتم فتح باب القيد بالنسبة ليه الصفقات الإفريقية الأهل المتبقى ليه 6 مقاعد فياكيد هيتم تدعيم خلال الفترة الجاية لهذه الجزئة بالإضافة لده عنده كمان كأس العالم للأندية فيه ليحة هيتم يرسالها خلال الساعات الجاية هتحدد حاجتين مهمين جدا بالنسبة لقايمة الفريق أول حاجة القايمة المبدئية هتسجل كم لعب في القايمة المبدئية ممكن يقولك في البداية هتسجل 40 لعب وبعد كده يقولك القايمة النهائية القايمة النهائية معلوماتي معلوماتي مش هتقل عن 28 لعب 28 لعب وبالتالي فيه مساحة جيدة إنك تحط اللعيبة اللي بتشارك في البطولة الإفريقية فيه مساحة جيدة إنه ممكن تستعين بعمار حمدي لو فيه جهزية قبل مبارياتها كأس العالم للأندية فبالتالي بإذن الله إن شاء الله التدعمات هتبقى قوية جدا في شهر يناير طبقا لتصرحات الكابتن سيد سواء في بطولة إفريقيا اللي هتنطلق إن شاء الله في شهر فبراير بعد كاس العالم للأندية وكمان القايمة اللي هيتم إرسالها للفيفا للمشاركة في مونديالي للأندية في المغرب بإذن الله خلال الفترة اللي جاي ده ممكن ده جزء من التدريب الصباحي وإن شاء الله بإذن الله يكون الفريق جاهز لمباراة تصموحها إن شاء الله طيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف تريند الأهلي واللي اتكتب على الأهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أهلا بحضراتكم من جديد والتريند الأهلي تريند الأهلي النهاردة فيه موضوعات مهمة جدا السوشيال ميديا ركزت عليها خلال الساعات الأخيرة والبداية من حساب يلا كورة وموضوع مهم جدا النهاردة رصدته يلا كورة قبل موعد كاس العالم الأندية بحوالي أربعين يوم مصدر ليلا كورة الأهلي يسعى لحصد عشرين مليون جنيه من رعاية الفريق بالمونديال بص جماعة عشان الموضوع ده يبقى واضح لكل السادة المشاهدين مشاركتك في كاس العالم الأندية مش مرتبطة بس بالجائزة اللي بتاخدها من الفيفا نتيجة المشاركة المركز السابع ممكن نصف مليون دولار المركز السادس مليون دولار وكل ما بتوصل لأدوار متقدمة الجواز بتزيد بتوصل لتين ونص وثلاثة والفاينال لو كسبت البطولة بتاخد خمسة مليون دولار ولكن الليحة المسؤولة عن تسويق البطولة بتدي الحق لكل نادي أن يكون معاه راعي في هذه البطولة يحطه على سدر التيشرت في خلال البطولة اللي جاية ده تم في بطولة الإمارات الأخيرة وده تم أيضا في بطولة الدوحة قبل الأخيرة والأهلي استفاد بشكل جيد جدا يعني هاديكو أمثلة تبقى للمصدر النهاردة اللي صرح ليلا كورا قال البطولة السابقة الأهلي وضع حوالي إعلان واحد وخد من وراه حوالي 3 مليون جنيه ده البطولة اللي هي أقيمت في قطر البطولة الأخيرة في أبو ظبي الأهلي وضع إعلان على سدر التيشرت وخد حوالي 10 مليون جنيه لما يتم إرسال اللوايح المتعلقة بالتسويق ويتم إقرار نفس الأمر إنك لك الحق إنك تحط إعلان على سدر التيشرت تبقى للمصدر قال إن المرة دي العشرة مليون ممكن يكونه 20 مليون جنيه يعني ممكن الإعلان ده يقترب من حوالي مليون دولار وبالتالي دي الاستفادة الكبيرة اللي ممكن يحققها النادي الأهلي من مشاركته في كأس العالم للأندية وإن شاء الله بإذن الله نتمنى إن اللي حتسمح بش بإعلان واحد إعلان واثنين فبالتالي الأرقام هتزيد وبالتالي المشاركة مش على المستوى الفني بس جيدة والمستوى التاريخي لأ كمان فيها موارد مالية أكيد هتبقى مفيدة بشكل كويس للنادي الأهلي حساب اليوم السابع وبتكلمها إن محمد شريف صاحب أسرع أهداف الأهلي وأكثرها إثارة بالدوري هنا الكلام على فكرة إن شريف لغاية اللحظة دي يعني أحرز هدف في شباك الداخلية بعد ديئتين من بداية المباراة اللي الأهلي كسبها أربعة في مباراة الأهلي والداخلية اللي اتلعبت فيه استاد السويس شريف أحرز هدف بعد أول ديئتين ومباراة فاركو الأخيرة أحرز هدف في ديئة 97 ويعتبر ده آخر وأكتر هدف في اللحظات الأخيرة هذا الموسم بالنسبة للنادي الأهلي وبالتالي شريف النهاردة صاحب أسرع هدف وأكثر إصارة بالدوري الهدف اللي أحرزه في مرمى فاركو والهدف اللي أحرزه في مرمى الداخلية في الإسبوع الثاني في المباراة اللي وقيمت على ملعب السويس طيب درون حساب سبورت تلتونية وستين مصرية وبتكلموا على النجم التونسي علي معلول أكثر اللاعبي الأهلي صناعة للأهداف تحت قيادة مارسل كولر في تسع مباراة عمل خمسة أسست ظهير أيصر بدرجة صانع ألعاب مباراة عمل أسست الأحمد عبدالقادر بلسم الكورة من نص الملعب سرو عبدالقادر ما كانش محتاج يعمل بها أي حاجة تانية غير ما هو يلعبها في الزاوية البعيدة وكان أسست رائع جدا من علي معلول نروح لكورة بلاس وبتكلموا على محمد مجدي أفشة مصدر يكشف لكورة بلاس تفاصيل فشل صفقة أفشة الأهلي رفض عرض البطن السعودي لضعف المقابل المالي ولا يوجد عروض لأفشة في الوقت الحالي واللعب مستمر بشكل طبيعي معنا دي مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لكورة بلاس وأنا نصحتي لأفشة بعد الأهلي يوم ما تفكر تلعب في الخليج لازم تلعب في فريق بنفس مواصفات وإمكانيات النادي الأهلي إما تلعب في أوروبا لكن طالما أنت في الأهلي اوعى تفكر في مستوى فني أقل من كده لأنه بالتأكيد ده هينعكس عليك أنت وممكن حتى ما تروحش للمنتخب الفترة اللي جاية الأمور بس مش مادية يا جماعة أي لعب لازم يفكر في حاجتين ناحية المادية والناحية الفنية وأعتقد الملف اتقفل تماما وهيكون فيه تركيز مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية المصر الرياضي الأهلي يعرض ده حسام حسن وزياد طارق لضم نجمي للتحاد السكندري والكلام هنا على مروان عطية وأنا بأكد لك لسه بدري أوا على الكلام ده لأن بعد مباراة سوو هيبقى فيه اجتماع أكيد لتحديد السياسة التعاقدية والصفوات الممكن الأهلي يبرمها قبل انتقالات يناير عشان حاجتين دعم القيمة الإفريقية والاستعداد لقيمة قوية للمشاركة في كهس العالم للأندية فاصل ثم نوصل أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند هنشوف مع بعض الترند المحلي والعالمي والمشاركات على السؤال التي طرحناها في بداية الحلقة نبدأ مع بعض الترند المحلي وحساب قراء 11 ركز على تصراحات روي فيتوريا فيتوريا كان ليه تصراحات مهمة جدا بخصوص المرحلة اللي جاية وبصراحة الرجل يتكلم في موضوعات أعتقد يعني لازم نركز في تفاصيلها عشان المنتخب يعمل نتائج إيجابية الفترة اللي جاية قال بعدما رسم طريقة أهل مصر لكهس العالم عشرين ستة وعشرين روي فيتوريا يكشف الحقيقة الكاملة ورحيله عن تدريب الفرعنة لتدريب البرتغال هل يرحل عن منتخب مصر لتدريب البرتغال روي فيتوريا قال لا أمتلك أي عروض لتدريب منتخب البرتغال هي مجرد أحاديث صحفية ليس لدي عروض وأكد لكم سواء من البرتغال أو من غيرها يعني الرجل مستقر معنا ومعنا حتى نهاية التعاقد إن شاء الله بإذن الله يكون حتى كاس العالم عشرين ستة وعشرين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك إذن الرجل حسمها واسمه مش مطروح أصلا في الاتحاد البرتغال حساب بطولات كمان من ضمن تصريحات فيتوريا اتكلم على محمد صلاح قال محمد صلاح من أفضل لعبي العالم مثل ميسي مع الإرجنتين هو من اللاعبين الذين يعطون الحلول في أي لحظة لكن المهم أن نجعل الفريق يلعب بشكل جماعي بدون أن نضغط على صلاح عند حلول نجم الفريق إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية يكون في أتم الجاهزية عندنا أجندر شهر مارس تصفيات إفراقيا المؤهلة لكاس الأمم في القدفور وإن شاء الله بقى لسه شوية على موضوع تصفيات كاس العالم عشرين ستة وعشرين لما الكافي الأول يحدد برنامج التأهل والتصفيات الإفراقية تبقى إزاي فيتوريا كمان تسأل إلى أين كان يتوقع وصول مصر في كاس العالم عشرين اتنين وعشرين يعني تسأل لو مصر في كاس العالم الأخيرة اللي تلعبت في الدوحة مصر كانت ممكن توصل لفين فيتوريا قال من الصعب توقع إلى أين كان من الممكن أن تصل مصر في كاس العالم كان سيكون هناك حمس شديد واللعب المصري يتأثر سريعا وهذا له جانب إيجابي وسلبي يعني الراجل مرضيش يحسم الجزئية دي دونه بالتأكيد عارف أن وضع الملعب مختلف تماما عن فكرة التصريحات وحسب الحالة الفنية لكن فيتوريا قبل منتقل التريند العالمي قال نقطة مهمة جدا وفي غاية الخطورة قال لك في مراحل سنية معينة لغاية سن 23 أو 26 سنة ما عندكش إلا تنين لعبة بس وعمل مقارنة مع المنتخبات العربية والإفريقية وقال ما يقرب من حوالي 10 أو 12 لعب وده يندل على شيء بيدل أن المستقبل بالنسبة للكرة المصرية محتاج تخطيط ودراسة وعلم وشغل كبير جدا من الكل عشان يكون عندنا منتخب جيد في 2026 طيب التريند العالمي وحسبه في الجول نقل تصريحات للظاهير الأيصر لنادي ليفربول اليوناني تسيميكاس اتكلم فيه عن صلاح وقال إنه أحد أفضل الأشخاص الذين قبلتهم في كرة القدم على الإطلاق لكتجاء صلاح إلى اليونان عدة مرات والتقيت به هناك نحن نستمتع بصحبة بعضنا البعض إنه أحد أفضل الأشخاص الذين قبلتهم في كرة القدم على الإطلاق ده تصريح من زهير أيصر فريق ليفربول على محمد صلاح طيب جريت الشروع كمان وحساب الشروع على الفيسبوك نقل لتصريحات لهارفي أليوت لاعب ليفربول الشاب قال صلاح لاعب لا يصدق أو لا يصدق في الكورة يعني مش لا يصدق في أحاديثه وعلى الجانب الإنساني لطيف للغاية مغرد وجوده بجواري واعطائي مؤشرات حول كيفية تحسين مستوية ساعدني بشكل كبير طيب ده كلام مهم جدا من لاعب شاب زي هارفي أليوت لاعب فريق ليفربول طيب حسابي اللا كورة ركز على كلام مهم جدا النهاردة حصل في الأرجنتين بخصوص ليونيل ميسي حسابي اللا كورة على تويتر مقترح بوضع سورة ليونيل ميسي على عملة البيزو الأرجنتينية دي العملة الشهيرة في الأرجنتين بعد الفوز بكاس العالم أعضاء البنك المركزي بالأرجنتين اقترحوا وضع سورة ميسي على ورقة الألف بيزو طبعا المسؤولين بيرون من المهم تواجدوا الرقم عشرة وهو رقم قائد التانجو ألف بيزو بتعادل حوالي 142 جنيه مصري طيب نروح كمان لحساب بكورة ونقل الجماهير الفرنسية توشن الأجواء قبل عودة ميسي إلى باريس سان جرمان طبعا كلنا عارفين باريس سان جرمان في مبابي وليونيل ميسي وبالتالي النهاء الشهير ما بين الأرجنتين وفرنسا كانت فيه صنعية بخصوص نجمة فريق باريس سان جرمان الجماهير الفرنسية حرقوا العالم الأرجنتيني في باريس كما وضعوا قميص ميسي على الأرض بجانب بلافتة مكتوب عليها تذكر أن تنظف قدميك عند الدخول واضح أنه يبقى فيه كلام كتير قوي في مسألة تعاودة ميسي لتدريبات باريس سان جرمان خلال الفترة اللي جاية وبرضو من الصور أنا شابتها غريبة حرس منتخب الأرجنتين كان بيستخدم كاركاتير وصور بيستخدم يعني فيها استهزاء شوية من كيليا لنبابي أنا توقعت ممكن ميسي مثلا يقول له بلاش الدمية اللي انت مسيكة ما ينفعش يكون عليها سورة كيليا لنبابي احنا الاتنين بنلعب في باريس سان جرمان لكن أنا شايف بصراحة مش عارف ممكن الناس في أمريكا اللاتينية الأمور دي بالنسبة لها عادية جدا حتى في غرفة خلال ملابس بعد الفوز بكاس العالم وهم بيحتفلوا في غرفة خلال ملابس أحد اللاعبين قال لك دي أصمت على كيليا لنبابي غريبة جدا تخيلوا المشهد ده لو في القرى الافريقية والقرى العربية ما كانش الدنيا هدت أو عدت على خير طيب نروح لي حسابها كورا بلس وريال مدريد مستعد لدفع بليون يورو لضم من بابي الصيف المقبل تبتتكلم في حوالي ألف مليون يورو البليون خدوا بالكو بالبه البليون يورو بيساوي ألف مليون يورو يعني هم بتتكلم مثلا في حوالي مليار رقم كبير جدا هل الرئيس الممكن يتعاقد مع كيليا لنبابي بالرقم ده من باريسان جيرمان هنشوف الفترة اللي جاية شعارف يعني فيه كلام كتير جدا كمان بخصوص كريستيانو رونالدو نجم البرتغالي حاليا أصبح فريم مش متعاقد مع أي ناد لكن هنشوف في الساعات اللي جاية قبل انتقالات يناير ممكن يلعب فيه في كلام عنه يلعب في المنطقة الخليج ممكن يرجع سبورتي كريشبونا ده هيبان الفترة اللي جاية كورة إليفن وتصرحات لويس فنخال قال لقد تعودت لوضعية المتقاعد ولكن إن اتصل به الاتحاد البرتغالي فسأبدأ بالاستماع لهم وهذا في حزب لن أقول المزيد أول مدارب منتخب هولندا لويس فنخال مش عايز يصرح أخطر من كده عمل نتائج جيدة مع هولندا لكن هل ممكن يقرر نفس التجربة مع البرتغال ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية فيه منتخبات كتير جدا وجهة الشكر للمدربينها أبرزهم كمال الاتحاد البلجيكي حاليا بلجيكا بدون مجير فني ممكن تتعاقد مع مدرب أعتقد من بلجيكا أحد المدربين الصعادين ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة هل لجنة المسابقات برئاسة الأستاذ عامر حسين ممكن تحط جدول عادل للأهل بعد المشاركة في كاس العامل ده احنا بنتكلم الأهل لما يشارك وإن شاء الله يكمل على الأقل حتى لغاية 8 فبراير بنتكلم ما يقرب من حوالي ثلاث مباراة في الدوري ومباراة في كأس مصر في حال تخطي شوحها والوصول للفاينال فبنتكلم في أربع مباراة هل الدورة هيتوقف هل هيعدل في المتشاط هنشوف الفترة اللي جاية ولكن نسمع رأي الناس عامر حسين ممكن يعمل ايه يحيى صابر بيقول له هناك عدالة في المجال الرياضي ما كان الذي حدث المسلمين الماضيين ما حدث العدل اسم من أسماء الله الحسنة ولكن للأسف هناك من يستهين به ولا يعمل به وفي النهاية إن الله لا يصلح عمل المفسدين رسالة قوية بصراحة عشرف يوسف بيقول مساء الخير عليك يا أستاذ محمد الحقيقة نتمنى ذلك لأن الأهل رايح كسعالم هيلعب باسم مصر وإفريقيا مش باسم حد تاني فده هيكون أقل شيء يقدموه لبطل إفريقيا ده لسه الاتحاد للإفريقيا ما هيقدم للأهل حاجات جيدة عشان يقدر يشارك في البطولة بشكل كويس أشرف الفرجاني بيقوله هم كانوا تعاملوا بعدالة إمتى مع الأهل الناس حتى مش واثقة إن ممكن الاتحاد يتعامل بعدالة أو الربطة أو عامل حسين في الفترة اللي جاية محمد خالد بيقوله طبعاً دي أكبر شماعة يستخدموها عشان هم يعلقوا عليها فشلهم في عدم انتظام الجدول مع ظلم الأهل بصراحة ردود مقنعة ومحترمة من جماهير النادي الأهلي وكل الناس اللي شاركت معنا في السؤال عموماً أنا أنتظر خلال الفترة الجاية إلا يحصل فيه الملف ده لأن الملف مهم جداً جداً في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا هلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند شكراً وإلى اللقاء